أما في الشأن الرياضي عقد يوم أمس أعضاء الفدرالية الشادية لكرة القدم اجتماعا تنوريا بمدينة تابونغور مع رؤساء روابط كرة القدم في شتى الأقاليم وذلك بهدف تبادل وجهة النظري حول الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الفدرالية لتنظيم البطولة الوطنية لكرة القدم التفاصيل لدى محمود خميس مهدي للمانر الثانية الاتماع التنوير هذا شارك فيه رؤساء روابط كرة القدم من العاصمة انجمين والأقاليم فضلا لأعضاء المكتب التنفيذي للفدرالية الشادية لكرة القدم وبحضور حاكم أقليم مايوكا بشرق رمضان إردبو هذا وتبادل المؤتمرون وجهة النظر حول أهمية الاستراتيجية الجديدة والمتعلقة بتنظيم البطولة الوطنية لكرة القدم لعام 2017 الحالي وكذا المشكلات والتحديات التي تغف حجر عثرة في تطور كرة القدم الشادية نائب رئيس الفدرالية الشادية لكرة القدم إبراهيم فلا أكد بأن الاتماع لديه معنى ومدلول خاص بحيث أنه يضم جميع المعنيين بأمور الرياضة الأمر الذي سيعمل على إنجاح البطولة الوطنية لكرة القدم حاكم أقليم مايوكا بشرق رمضان إردبو أثناء على مسؤولي الفدرالية الشادية لكرة القدم لاختيارهم لمدينة بنغور لعقد الاتماع وثمن على أهمية نتائج الاتماع بحيث أنها ستعطي دفعة قوية لتطور لعبة كرة القدم في البلاد هذا وبعد اعتماد الاستراتيجية الجديدة لتنظيم البطولة الوطنية لكرة القدم من قبل الفدرالية الشادية لكرة القدم بغي فقط الانطلاق الرسمي للبطولة والتي قرر لها في شهر مايو القادم بهذا الخبر الرياضي سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة شكرا لكرم المتابعة إلى اللقاء